مرحبا فيكم حباي في الدلويين وان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب يكون شهر حلو وإيجابي عن جميع. طاطق كيف حتكون؟ حتكون نوعا ما مسيطر على شكله انت بالماضي ما كنت مسيطر عليها. شايف بإيدك اللي هو الحظ. مش عارفة حظ في رح يكون بين إيديك أو رح يكون موجود عندك بالفترة الجاي انت رح تستغرب ان هو موجود. في رب تكون قراءة حلوة لأنه معظم الأبراج طلعت عندي شوي سلبية فخايف الناس تزعل مني. خلينا نشوف بشكل عام اذا لبرج الدلو ان شاء الله تطلع يا رب قراءة إيجابية. رح افتح اول شي بشكل عام بعدان شوي نشوف العاطفة هيك نظرة. خاطفة. احني احنا مفاتحين على قراءة عامة. الطرف الثالث ليش بيبين انا مش فاهمة. مش فاهمة ليش بنط عندي انا الطرف الثالث بظل بنط عندي. الحمد لله لحد الان الورق حلو يا رب اخر ورقتين يكونوا حلوين. تطلع قراءة من القراءات حلوة. حلو الحمد لله يعني برج الدلو ان شاء الله الفترة الجاي ما رح تكون زي الفترة الماضي. رح تحارب تكافح تحاول تدافع عن حالك اما في محكمة اما في جمعة اما في العمل. لكن رح يكون معاك اللي هو الدليل. رح يكون معاك السلاح المناسب لانك تعمل هذا الاشي. لانك يعني رح تظهر الحقيقة رح تاخد حقك رح المهم انك رح تكافح في هذا الموضوع. ما رح يجيك على على الجاهز ولكن رح تربحه. رح تكون ربحان لمدة طويلة زي ما احنا شايفين هون الشكل. فشايف انه في نتيجة هذا الشي رح يكون في ترقية لما يكتشف مثلا المدير او اللي عندك في العمل او او او. لما يكتشف جدارتك او حتى لو ما كنت تشتغل رح تثبت جدارتك ويصير في عندك دخل اذا ما كان عندك دخل من الاول. او انه ترقية اذا كان عندك شغال. فرح يكون نتيجة انه هذا الموضوع رح يكون نتيجته انه زيادة في الدخل. تشوف هون العلاقة الثلاثية. شايف في عندك ممكن يكون موجود علاقة ثلاثية وانت شاكك في العلاقة الثلاثية. ولكن انت بنفس الوقت قادر انك تروض الحبيب. قادر انك تروض اي حدية برج الدلو. برج الدلو مقنع جدا. يعني بتقدر تروض اي شخص. فبنات برج الدلو يعني بتخيل ما في شي صعب عليهم خاصة في العلاقات العاطفية. بقدروا يروضوا الطرف الثاني زي ما بتهم. ولكن يمكن يكون الحظ احيانا مش معاهم فمش عارفة. بس هون بيطلع لي القوة بيطلع لي انه يعني شخص يعني عادي جدا عنده انه يتحدى ويغامر عنده روح المغامرة. فعم بشوفك بنفس الوقت عم بتحارب الطرف الثالث. ما عم بتترك له الساحة يعني انه في انتصار عليه. ما عم بتترك له الساحة. عم بتحاول انه تكون العلاقة يعني مستمرة دائمة. وهون انا شايفة نهاية رقم خمسة. نهاية للطرف الثالث. مهما كان الطرف الثالث هذا حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة او شخص ثالث داخل على علاقة. ممكن يكون اي عائق في العلاقة العاطفية وحتى مش بالعلاقات العاطفية. ممكن بالعمل عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون طايت طرف الثالث. فمش الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في اي مجال. هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفي وهون شايفة نتيجة الاستشفاء. رح يصير ان شاء الله في هاي الفترة يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من اي طاقة سلبية كنت تعاني منها. بكل اشكالها حسد سحر عين ما بعرف شو هي بس. انك بتعمل رقيات بتعمل استشفاء في منكم بروح يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها عم بيكون مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يظلوا يكرر هذا الموضوع. زالك بشوف عندهم السبع تشاكرات انضافة يعني شخص لا يعني شخص عن جد عم بتشغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة. برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت على حالك على قد ما السن الجاي خلينا نقول او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير فكتير ركز على المدة الجاي اه كيف رح يكون شكلها. نجي ناخد هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة. هلأ ممكن اه نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة ممكن اساسا تكون فاتح على العاطفة او قراءة عاطفية يبين عندك شوي اه امور تانية فنحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة او لا لكن القراءة هي عاطفية. زي ما بتعرفوا دايما بعيدها انه القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية. فاكيد ما حتنطبق على الجميع او يمكن طاقتك من توصلني فكتير في اسباب. هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر باخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك الاشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الاشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في اه في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع اه ما عم تنسوا. شوف حابة تكون كتير وحيد هاي الفترة. عم حابة تكون وحيد لانه. تعبت من كل شي. تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من كتير ازمات امور. حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات او تشالندز. ورجد له. اه شايفيتك اكتر اشي هون. عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك اكتر عم تعمل. عم تهتم في في مظهرك كتير 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 هاي الفترة. ومش بس مظهرك عم تحاول كمان تقعد مع حالك تتقنب حالك يمكن احيانا احيانا لا بالعكس. فعم تقعد مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بيكون عندك حدس اوي كتير هاي الفترة او. حاسة سادسة. بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في الكرت. عم بشوف الحبيب عم بيجهز حاله. بعدين جاي هو مسلم يعني شوف اه رافع الراي البيضة ووجاي لعندك. فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون قاسي ما تكون اه خلينا نقول. اه طف معا تكون شوي اكتر. اه هون شايفة في شايفة في عوائق كتير في علاقتهم العاطفية. اه يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتوا اه تعبتوا على قد ما حتلاقوا. اه في نجاح لهاي العلاقة. مع انه ما في شي بالسابق بيدل على انه في يعني في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون. في خير كتير جاي. ممكن تسافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة اه اه او بعض عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان. عم بتشك بالحبيب عم اه لكن هذا شكك مش في محله. شايفك يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصل له نقطة معينة رح تتكامل ورح اه تقربوا كتير مع بعض. ولكن هذا كل هذا بيحتاج جهد منك جهد منه. اذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة. وشايفة هون كبرياء كبير من الطرفين يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك ثاني اه لحتى انه يرجع. اكتر اشي شايف الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا. فعم بيشوف حاله كتير هيكا انه ملا هو مستحيل يرجع انه كزا ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب كتير كتير بيحبه. شايفة الناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم سفر او هجرة عم بيفكروا فيها اه لهم فترة طويلة. وينها تكملتها دا اهو. خلينا نشوف ازا فيه نصائح. لبرج الدلو. ممكن تكون من الكون ممكن من الملائكة يعني اه بقول لك غير نظامك اليومي غير ممارساتك اليومية قبل شوي قلتلك ممكن يكون في عندك ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين فهون عم بيقول لك فعلا انه زي ما قلنا انه اه بداية جيدة لحتى انت تعمل تعمل مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية تغير في حياتك اليومية ما تضلك نفس الروتين بقول الوقت نفس الروتين بتاكل نفس الاكلة بتروح بتعمل نفس الشي ازا كنت مدخن عم بتدخن بكترة عم بتروح للا في المواضيع فبيقول لك لأ انه هيك وهيك ايك كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة او عنده مش عارف العاطفة اهم من انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات البنات طبعا لا عاطفيين كتير رومانسيين اه عندهم انوثة يعني طاغية ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم يكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب اه العاطفة او على حساب عيلتهم اه بيقول لك استمع باصغاء يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها بيقول لك لا استشير اللي حواليك يعني اسمع ممكن كمان يقول لك اسمع للطاقة الكونية اه حاول تكون اكتر روحانية وكأنك شخص نوعا ما الحاق يعني حاليا عم بتكون شوية بعيد عن روحانيات بيقول لك زود هاي الروحانيات شيين اه اه ظاهر انو في حدا من العائلة عندك او انت شخصيا او الشريك عمل شي يدعو لل هي كلمة كبيرة بس انا يعني بترجمها حرفيا اه للعار او مش كلا العار يعني لا اه ما بعرف صارت فضيحة صارت شي صار شي مؤلم يعني صارت مشكلة وكبرت اه فا اه بيقول لك انو رح تمشي عديها حاول تنسى نشوف هاي الكروت ازا لبرش ادالو برج ادالو بيقول لك اه في هذا الكرت انو الفترة الجاي رح تكون في وفرة كتير او رح يكون في حظ فاستغله لانو بعديها في فترة مش خاط يعني بس بعديها في فترة يعني رح تحتاج فيها هذا المال رح تحتاج فيها هاي العاطفة بقول لك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة ايش حنحالك على قد ما تقدر اه عندك وفرة مالية يعني حاول انك تكسب اكتر شي ممكن اه وكأنو في بعديها شوي اه انزول في هذا الموضوع ان شاء الله ما يكون فيه بيحكي لك اه انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت اه ما تخاف مهما كانت التغيرات حواليك اه على اي صعيد فانت ما تخاف انت في عناية الهية او انت بيقول لك فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انو الاشياء الحلوة التير والاشياء اللي مش حلوة مع تفير فحبايب برج الدلوب اشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة